شوف يعني ما شاء الله تبرك الله أنت فعل أعضاء ملسي داره بشكل كبير جداً كل واحد ماسك ملف محمد الشتوي مثلاً في الملف للستثمار تغيثر مثلاً في موجود في الفاتس السنية وغيره يعني ما ودي أسمي الجميع في نادي النصر ما كان فيه مدير تنفيذي كان فيه رئيس نائب رئيس أمين عام فأول مرة نحط في نادي النصر مدير تنفيذي لما تشوف أنت الأندي الأوروبية المدير التنفيذي يكون له أدوار ومهام كبيرة عرفت إحنا لما نشتغل باحترافية لازم نقلد الأندية العالمية نادي النصر نادي عالمي معناتها لازم نشتغل نفس ما يشتغلون الأندية العالمية فالمدير التنفيذي في الأندية الأوروبية يكون له مهام كبيرة وله دور مهم وإحنا قسمنا المهام على جميع أعظام الإشدارة كل واحد عنده مهمة خاصة فيه كل واحد قاعد يشتغل باحترافية عالية فلازم نوزع المهام ليس معناتها مثلا لوزعنا المهام معناتها أنه إحنا فيه والله فيه لخبطة في الإدارة ولا الرئيس مو قادر يسوي كل شيء لا هذا عمل احترافي إحنا نقسم مهام في الأول الأخير هدفنا نادي النصر يعني أنت عطيت كل عضو حقيبة معينة في النادي بالضبط وفي النهاية أنت تحاسبهم عليها بالضبط هذه استراتيجيتكم في الإدارة بالضبط كلمنا عن البيئة بيئة النصر تحديدا الآن بيئة نادي النصر الآن جدا مريحة للعبين المحليين واللعيبين الأجانب في السابق يمكن كان فيها لخبطة ولا ودي أتكلم عن الأمور التي في السابق لأنها صراحة ما عاشتها يعني ما كانت قريبا من البيت النصراوي عشان أقول لك أنه صار كده وكده وكده لكن في الوقت الحالي في البداية يعني كان عندنا أمور كانت صعبة الناس مهم مستوعبا ترى فيه دارة جديدة جاية أنا ما عندي مشكلة مع أي عضو شرف سابق أو مع أي عامل سابق في دارة النصر أي إن كان منصبة أنا واحد جديد على البيئة الرياضية ما كان يعرفوني يعني خلنا نقول لبيت النصراوي ما كان يعرفني فما عندي أي مشاكل معهم أنا الرجل اللي بيختمني وأشوفوا أنه عنده مؤهلات تخدم التخطيط اللي قاعدين نشتغل عليه أو الاحترافية اللي قاعدين نسويها فأهلا وسهلا إذا شفتنا ما يفيدني أقول لك أنت ما تفيدني يعني أنت في الأول أخير محبلا للنصر مفروض تدعي النادي النصر